شيطانة نظام العالمي وصرعات في أعلى مستويات السلطة نظريات مؤامرة والتضييل الإعلامي تعد أحد الوسائل الأساسية للكريملين في الحرب على غرار الدبابات والصواريخ تروج قنوات الدعاية الروسي يومياً مزاعمة حول عمل المختبرات البيولوجية على الأرض الأوكرانية نهيك عن مزاعمة وجود قوات نيتو في ميادين القتال في أوكرانيا قد يكون لهذه الدعاية عدة أهداف أولها تبرير الخسائر التي تكبدتها القوات في أوكرانيا وهنا يستخدمون بنجاح حالة نيتو في أوكرانيا فعليهم أن يشرحوا للمواطنين الروس لماذا يجب عليهم القتال أعدت وزارة الدفاع الروسية كتيبات عن نظريات مؤامرة وهي بمثابة ميثاق الشرف العسكري وجدت بحفزة ضابط الروسي في مارس الماضي تتحدث عن مواجهة النظام العالمي الشيطاني وعن القتال والموت في سبيل الكريملين روسيا والجيش الروسي هم آخر الجبهات التي تقف بوجه النظام العالمي الجديد الشيطاني ويجب على الضابط الروسي أن يحيا أو يموت دون اسم ويتذكر دائما الشيء الرئيس اسم الوطن الأم المقدس ولكن في كثير من الأحيان تتجاوز هذه المبادئ الحدود الدنيا للأخلاق كما في قضية الوشاية بالوالدين حيث أطلق المروجون الروس قائمة بالأسباب التي تدعو التلاميذ والطلاب للوشاية بأولياء الأمور للمعلمين كما حاولت وسائل الدعاية الروسية مؤخرا الترويجة لصراعا يدور بين الرئيس الأوكراني والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني لكن الخبراء يعتقدون أن الروس لم يأتوا بأي جديد هنا توجد عقيدة سوبيتية قديمة تم العمل عليها في الوقت الماضي تدعو إلى تفكيك القيادة العسكرية والسياسية للعدو من الداخل في العهد السوبيتي كانت الولايات المتحدة ودول أخرى هي العدو مضى الوقت وبقيت هذه العقيدة وأصبحنا نحن العدو ومهمة الأجهزة الخاصة الروسية هي نشر المعلومات المزيفة بهدف بث الفرقة والفتنة بين أعضاء القيادة السياسية في البلاد وإدخالها في صراعات جانبية للتحويل أنظارها عن المهام الرئيسة بمثل هذا التزييف يحاول الكرملين إبقاء المجتمع الروسي في حالة انتظار لتحقيق انتصار مبكر منعا للسخط الشعبي ويقول مروجوه أن القيادة الأوكرانية كما الشعب منقسبة وقريبا لن يكون هناك من يقاوم الغزاة الروس في روسيا حضرت الرواية القائلة بأنه يمكن احتلال أوكرانيا في قدون أيام أو في غضون ساعات بشعبية كبيرة لهيك عما قيل أيضا أن الجيش ضعيف وأن الأوكرانيين لا يريدون القتال وأن هناك انقسامات داخلية وهذه بالطبع رواية روج لها الكرملين منذ وقت طويل ومع ذلك فإن مثل هذا التضليل لا يتطلب حتى تفنيدا فنجاح الجيش الأوكراني على طول خط التماس والفرار والاستسلام الجماعي للجنود الروس والغنائم بالمئات من المعدات لهي الدليل الأفضل على الوحدة على مستوى القيادة والمجتمع تضرب القوات المسلحة يوميا مثالا عن المستوى الرفيع للتعاون والتنسيق بين الرئيس والقادة العسكريين والضباط في الميدان لتحرير الأراضي الأوكرانية في محاولة لتشويه سمعة العالم بأسره أصبح أطبع بوتين أنفسهم متورطين في شبكة من الأكاديب وفي محاولة لتبرير الهزائم على الجبهة يبحث مروج الكرملين إلى جانب المقربين من بوتين عن المقصرين لتوجيه الاتهامات لهم بغرض إبعاد بوتين عن أي شبهات لا يمكن للأكاديب والمعلومات المضللة التغطية على هزائم الروس في الجبهة وعلى الاستياء والغضب الشعبي المتنامي وضغط العقوبات الغربية ترجمة نانسي قنقر